اشتركوا في القناة كريم وشريف علينا جميعا أسأل الله أنه يديم الأفراح علينا في هذه الذكرى الطيبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله السلام صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا طيبا وربنا يتقبل منكم الطاعة طبعا اليوم رح يكون في عنا توقعات وعنا تراجع عطارد اللي رح ينتهي اليوم فهيكي بيكون عنا تقريبا معظم الكواكب عادت لحركتها الطبيعية ظل لعنا كوكبين اللي هم نيبتون وأورانوس اللي ما زالوا بعملية التراجع باقي الكواكب الآن رجعت لحركتها الطبيعية الأمامية مع عطارد اليوم تكتمل عملية العودة للحركة الأمامية فتتغير الأجواء طبعا تأثيرات عطارد السلبية اليوم بتنتهي فعشان هيكي هي كانت سعيدة من يوم أمس أول أمس ولكن اليوم السعادة بتزيد طبعا خلينا ندخل على توقعاتنا لليوم اللي هو اليوم الثلاثاء تسعة عشرين أول أكتوبر القمر الآن موجود في برج الحمل في منزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد هي جيدة لعلاج الأسنان والعمليات الصغرى تقليم الأظافر حلاقة الشعر وأمور إلها علاقة بالرأس أو العيون طبعا برضو ساعة عشر وستة وثلاثين دقيقة صباحا من صباح اليوم الثلاثاء القمر رح ينتقل ويصير في منزلة البطين يعني الساعة وحدة ونص وخمسة بتوقيت الأردن ومنزلة البطين هي جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء جديد بما أن القمر موجود في برج الحمل فالتأثيرات رح تصير علينا من تأثيرات برج الحمل فعشان هيك اليوم منشعر بطاقة كبيرة للعمل منكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أن نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور حتى يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هذه الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها منفق الدبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية عادة في فترة وجود القمر في برج الحمل أفضل الأشياء اللي ممكن نعملها اللي هي إجراء فحص أو علاجات للعيون إذا استدعى الأمر لذلك برضو إدخال تعديل على قصة شعر أو إقامة حفلة ما بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم عنا أول زاوية هي زاوية بطيئة زاوية رح تكون زاوية تثليت إيجابية بين المريخ وبين المشتري وهي رح تكون فيه تمام الساعة 22.36 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج يعني بتوقيت الأردن الساعة تقريبا خمسة ونص وست دقائق يعني خمسة ونص وخمسة بيتصير هاي الزاوية طبعا تأثيرات الزوايا البطيئة حكينا أنها تأثيراتها من خمسة إلى سبع أيام هاي الزاوية بتخلق جو من التسامح في هاي الفترة أنه نتسامح مع أشخاص أخطؤونا وبيخطؤوا بحقنا من مديد العون لهم ممكن تدفعنا للتراجع عن خطأ ما يعني منكون شوي عنا نوع من أنواع التسامح بطغى علينا فهذا شيء جيد وإيجابي بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون فيه تمام الساعة خمسة وخمسة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش طبعا تأثيرها طول اليوم يعني بتوقيت الأردن الساعة ثمانية ونص إلا خمس دقائق بتوقيت الأردن بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع أما بالنسبة للزاوية الأخيرة أو اللي قبل ما نحكي عن انتهاء تراجع عطارد هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون فيه تمام الساعة عشرة وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم وبما أن القمر والزهرة معناته أمور إلها علاقة بالتجميل فهذا يوم جيد لأمور التجميل إجمالا الساعة عشرة وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الأردن الساعة وحدة وتسعة وثلاثين دقيقة بعد الظهر بالنسبة لانتهاء كوكب عطارد طبعا هو انتهى يوم ثمنتعاش اللي هو يوم أمس ولكن برح احنا ذكرنا انتهاء تراجع المشتري وليش أنا أجلت لليوم انتهى هو ساعة ثلاثة وسبعتاشر دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش يعني بعد بث الحلقة أو الآن في هاي الوقت بالضبط تحديدا اللي احنا فيه اللي هو ستة وسبعتاشر دقيقة بتوقيت الأردن يعني بنتهي تراجع عطارد عشان هيكي أنا أجلت لليوم وبرضو تأثيرات التراجع مستمرة لثلاث أيام طبعا عطارد لما بنهي عملية التراجع أو بتكون عنده عملية التراجع اللي شعرنا فيه بالفترة هاي أنه استمرت عنا ثلاث أسابيع كانت ضاغطة بشكل كبير أثرت على حياتنا بشكل ملموس شعرنا بالتشويش ما فيه تركيز منحس أنه الدنيا فوضى حوالينا أو إحنا منعيش بعالم من الفوضى من الأفكار ومن التقلبات بالرأي وبرضو صعوبة باتخاذ قرارات حاسمة نتردد كثير طبعا أكثر الأشخاص اللي عانوا من هذا الشيء هم موليد الجوزاء موليد العذراء موليد الميزان وطبعا باقي الأبراج اللي طوالعهم هاي الثلاث أبراج إجمالا على كل الأبراج أثرت على الاتصالات والمواصلات بكل شيء العلاقة بالاتصالات والمواصلات أثرت عليه حتى أثرت على المناخ عملت أعطال في السيارات بالأجهزة الإلكترونية بالكهربائيات عملت إزدحمات غير مبرر إلها على الطرقات يعني فجأة بتلاقي الشوارع صارت زحمة هيك وما فيش مجال أنك أنت تتحرك أو بتتأخر بالطريق بتعطي الموعد بتوصل متأخر أشخاص بعطوك موعد ما بوفوا بموعدهم الإشي الملموس كان أنها أثرت على أسعار الأسهم والبورصة والعملات بارتفاع سريع جدا بشكل مفاجئ جدا اللي بيشتغلوا في هذا المجال انتبهوا بالفترة الماضية لسلع كثيرة ارتفعت وشركات كثيرة خسرت أسهم بشكل مرعب جدا يعني مثلا أعطيكم مثال سعر الذهب كيف ارتفع خمسين نقطة في يوم هذه كانت يعني إشي مفاجئ وأول مرة بصير وفجأة كيف الأسعار بتنخفض شركات الأدوية اللي لها علاقة بلقاحات فيزر خسرت تقريبا بيوم واحد تقريبا اللي هي لقاحات جمالا اللي هي اللي لها علاقة بكورونا خسرت بيوم واحد تقريبا ما يعادل ثلاثين مليار فانخفاض سريع وهاي تسببت بخسارات كبيرة لكثير من الشركات وهذا كله احنا حكينا عنه عن تراجع عطارد انه رح يصير هذا الاشي وانتبهوا من هاي الأمور الآن عطارد رجع للحركة الأمامية طبعا رجع للحركة الأمامية في برج الميزان ورح يظل في برج الميزان لغاية 5-11 طبعا هو رح يظل تأثيراته السلبية كمان يوم أو يومين ولكن مش بسلبية الأيام اللي كان يتراجع فيها لأنه بشكل زوايا إيجابية زي ما ذكرنا في الأيام الماضية خلال الفترة هاي بيصير فيه نوع من أنواع قوة الفكر وخصوصا لموليد برج الميزان التركيز والرغبة بالدراسة والمطالعة والقدرة على إقناع لآخرين بوجهة نظرهم بيستفيد معهم في المجالات الفكرية ومجالات الاتصالات والمواصلات موليد الأبراج الهوائية والنارية يعني زي الجوزاء الدلو الحمل الأسد القوس وطبعا العذراء رح يستفيد من هاي النقطة وكل شخص تواجد عنده كوكب عطارد ساعة ولادته في برج الميزان بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحمل خلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعة يوم عشرين عشرة بيبدأ تمام فيه تمام الساعة ثنتين وستة وخمسين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيج يعني بتوقيت الأردن الساعة خمسة وستة وخمسين دقيقة يعني ستة إلا خمس دقائق مساء أو عند المغرب بيبدأ عملية خلو المسار هاي وخلو المسار طبعا رح تستمر حتى تمام الساعة سبعة وثمانية وخمسين دقيقة بتوقيت جرينيج يعني بتوقيت الأردن الساعة يعني منقدر نقول الساعة حداعش بالليل لا ينتقل القمر لبرج الثور وينتهي خلو المسار بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدد ثلاث عشر يوم في تمام الساعة ثنتين واثنين واربعين دقيقة بعد الظهر بيصبح أربعة عشر يوم نسبة الإضاءة خمسة وتسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم ثلاثة وعشرين عشرة سعيد بنسبة عشرة في المية القمر في الحمل حتى يوم عشرين عشرة اليوم هو الآن سعيد بنسبة ثلاثين في المية ولكن في ساعات الصباح بيصير منتحس بنسبة خمستاش في المية عطارد في الميزان حتى يوم خمسة أحد عشرة سعيد بنسبة خمسة وخمسين في المية اليوم الزهرة في القوس حتى يوم خمسة أحد عشرة برضو سعيد بنسبة ثلاثين في المية يعني أن عطارد والزهرة في نفس اليوم رح ينتقل لبرجين يعني واحد الزهرة للجدي وعطارد رح ينتقل للعقرب في يوم خمسة أحد عشرة الزهرة سعيد بنسبة ثلاثين في المية المريخ في الميزان حتى يوم ثلاثين عشرة سعيد بنسبة خمسة أربعين في المية المشتري في الدلو حتى يوم تسعة وعشرين اتناش بحركة أمامية ويوم تسعة وعشرين اتناش بنتقل للحوت هو الآن سعيد بنسبة خمسة عش في المية زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 طبعاً بيبدأ عملية تراجع في نفس برج الجدي هو سعيد الآن بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعاً اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط لدرجة عالية اليوم راح تسيطروا على زمام الأمور ورح تنجحوا بالدفع بمصالحكم بأي اتجاه أنتوا بتعملوا فيه يعني بمجالات حياتكم على حسب تخصصكم يعني بنقدر نقول أنه الوقت صار مناسب لحسم الأمور العالقة اليوم ممكن تسمع جواب كنت بتنتظره أهم إشي أنك تتحرك وما تنتظر أنه الفرصة هي اللي تجي يعني عليك أنك أنت تنشط بدك تذهب وتبحث عنها وتنشط وتحاول أنك تعوض الأيام اللي راحت منك ما ضيع الوقت نعتبر هاي الفترة هي بداية جديدة لمرحلة راح تستمر معك يعني قرابة الأسبوعين أو أقل من أسبوعين فيها إيجابيات قوية فحاول أنك تستغلها برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر موجود في برج الحمل لليوم وبكرة بساعات المساء بنتقل و بصير عندكم فعشان هي اليوم بالضبط أو بتحديدا يومي بيطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني بتكون تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا لغداءكم وراحتكم بتهدأ الوطيرة عنكم وتتأخر النتائج والبضائع والمعاملات وممكن تشعر ببعض خيبات الأمل اليوم بتظهر خلافات أو التباسات طباعك متقلبة مزاجك متعكر أهم شيء إنك ما تخالف القوانين لأنه ممكن تخسر أكثر ما بتتوقع وبرضو في نفس اللحظة ما تبادر بشيء ممكن يشوه سمعتك أو يسبب لك مشاكل مستقبلية برج الجوزاء ما زال الجو مناسب لكم بما أنه القمر موجود بالحمل فاليوم برضو بيركز على أمور النشاط الاجتماعي فعشان هيك اليوم بتكون تستغلوا الوقت بأنك تنجزوا كل الأعمال المهمية بالما يجي بكرة المساء لأنه القمر رح يصير بالثهر في بيت المتاعب الأمور رح تكون شوي صعبة عليكم فعشان هيك بتكون تستغلوا اليوم بالنشاطات الاجتماعية اليوم ممكن تلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة بتقدر اليوم تعبر عن آراءك بحرية وجراءة بتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة وبتسكنك أحاسيس متناقبة لكنها فترة مناسبة للتحالف ولمد يد العون للزملاء وبرضو اليوم تقدر تستعين بأشخاص بتعرفهم لإنجاز أعمال متراكمة عندك الحظوظ بتلعب دور كبير معاك فحاول تستغل الفترة القادمة بشكل قوي برج السرطان بتظل الفرصة عندكم متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل والأشخاص اللي بيعملوا اليوم رح ينجحوا بإثبات جدارتهم أمام المسؤولين أو مدراءهم أو زملائهم وبتقدروا تحافظوا على إنجازاتكم أو الأعمال اللي أنتوا قائمين فيها ويعني تطوروها أو تقدموها بأحسن صورة أهم شي اليوم أنك تبرر كلامك وتحاول أنك تكون واضح جدا ما تكون يعني بأثناء حواراتك تكون مبهم عشان ما تنفهم خطأ بدك تكون جاهز للقيام بزيارة طارية أو لا اتصال بأحد الأشخاص ممكن اليوم تكون الظروف داعمة لإلك خلاف الأيام الماضية داعمة لأفكارك وممكن تهتم لبعض الاتصالات والمشهورات أهم شيء أنك ما تكون مهمل وما تترك انطباعات سلبية عنك برج الأسد طبعا القمر موجود في البيت التاسع وهو بيت قوي جدا بالنسبة لأي برج فبما أنه في بيتك الساد التاسع فاليوم بتنشطه في أمور العلاقة بالسفر وأمور العلاقة بأوراق سفر أو معاملات سفر أو اتصالات بعيدة مع أشخاص خارج البلاد أيوم مناسب للأشخاص اللي عندهم امتحانات وخصوصا لامتحانات الجامعية أو لإجراء مقابلة حاولوا أن كل يوم تظهروا تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة اليوم رح تكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة والاختبار تجارب مختلفة اليوم رح تعشعر بالاعتزاز والفخر في كثير من المسائل أهم شيء أنك ما تستسلم وما ترضخ لشروط ما بتناسبك يعني بمعنى آخر اللي بيمشي معك امشي معاه واللي بعكسك ما بلزمك أهم شيء أنك تناقش بمنطق أهم نقطة هاي النشاط اليوم عندك من اتجاهين يعني عندك أطارد الآن بدعمك وعندك القمر بدعمك على أبواب التحركات والرغبة بالسفر برج العذرة بتظل الأمور ممتازة جدا عندك يعني بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب الوصلة بشراكة أو تعويب بيتوجب عليكم عدم مخالفة القوانين والإرشادات القمر ما زال موجود في البيت الثامن وهو بيت الأموال المشتركة أهم شيء أنك اليوم ما تترك أعمالك ناقصة ومهملة بدك تكون متفاهم لأوضاع الآخرين ولأراءهم وتتجنب الكلام الجارح وتكون دبلوماسي الفترة هاي فتفتح أمامك أما يعني أبواب للفرص المالية بشكل واضح ممكن أنك تحقق بعض المكاسب ولكن اليوم ممكن تظهر مسألة من مسألتين يعني أشخاص رح يهتموا بأمور إلها علاقة بالعائلة أو أحد أفراد العائلة أو اهتمامات تتعلق بصحة أحد أفراد العائلة ممكن وفي أشخاص ممكن يهتموا بمسائل إلها علاقة بموضوع قديم ممكن يظهر على الساحة بشكل مفاجئ ويربكت فبدك تنتبه من الموضوعين هدول برج الميزان بترغبوا اليوم في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني طبعا القمر مقابلك تماما ولكن اليوم الدعم بيجيك من عطارد ومن الشمس رغم أنها بتشكل زاوية إلا أن الزاوية خفت تأثيراتها فعشان هيك اليوم بتكثر عندك الواجبات وبتتزامن وممكن في بعض الأوقات تشعر بالهلع أو بضيق الوقت إنه الأمور مش ماشي معك بالتسارع اللي أنت بدك إياه أهم شيء إنك تحاذر التراجع الصحي انتبه لصحتك أهم شيء برضو طبعا ما في خوف يعني ما تخاف من كلمة التراجع الصحي ولكن هي بعض الأشخاص اللي بغضوا علاجات أو عندهم أمراض مزمنة بدهم يهتموا بصحتهم بالفترة هاي وحاول في نفس اللحظة إنك ترتبع كل الإرشادات اللي حكيناها إنه ما تعصب ما تجادل ما تخالف القوانين أهم إشي وتجنب المشاكل على أنواعها وحاول إنك ما تتصلى برضو يعني ما تحاول تفرض سلطتك كثير على الأشخاص اللي حواليك أو اللي بتعاملوا معك برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل اليوم القمر موجود في بيت العمل والصحة ممكن اليوم تجدوا نوع من أنواع التعاون ما بينكم بين أحد الزملاء نظموا جدول غذائكم وخذوا قسط من الراحة من حين لآخر بدكوا تنتبهوا لصحتكم برضو ما تبدأ مرحلة ممكن تبدأ مرحلة مهنية جديدة لكن هذا ما بيعني إنه المرحلة رح تكون سهلة بتكثر عندك اليوم الواجبات وبتتزامن ومن الحكمة عدم إهمال الإشارات مهما كانت بسيطة بدك تحاذغ من المشاكل وخصوصا المشاكل الصحية الفترة هاي إحنا منسميها فترة شوي فيها أشياء إيجابية ممكن من خلالها أنك تستفيض على مستوى عملك وعلى مستوى علاجاتك برضو إذا أنت بتسعى لأخذ علاجات معينة الفترة هاي ممتازة ولكن برضو في نفس اللحظة بتضغط على مستوى العمل وبتجيب يعني شوي التوعوكات فبدك تنتبه من المسألتين هدول برج القوس طبعا القمر صار في البيت الخامس لعلكم وهو بيت قوي جدا ملي بالحضوض والأخبار الرائعة اليوم بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم هاي تعطيكم فرصة مناسبة للمصالحة ولتسوية وكذلك للتعارف والارتباط بتحمل هاي الفترة نشاطات متنوعة وثقتك بنفسك بتكون عالية جدا وعندك قدرة على استيعاب الأمور أيضا هاي فترة منقدر نقول من الفترات المميزة خلال الشهر لما بصل القمر دائما للبيت الخامس فاليوم انت رح تنشط بكل الأمور اللي احنا ذكرناها إن كان عاطفية الحضوض دعم لإلك إن كان بأمور الترفيه ممارسة هواية معينة حتى التواصل مع الأحبة حتى لو كانوا الأبناء ما هم من الأحبة التقارب من أحد الوالدين برضو هاي بتدعمك بشكل كبير يعني كل الأمور تقريبا مفتوحة حتى الأمور التجميلية برضو بتساعدك برج الجديد القمر موجود في البيت الرابع البيت الرابع يعني تربيع مع برجكم يعني بيت البيت وبيت العائلة اليوم في رغبة يعني لإدخال تعديل على مسكنكم أو ممكن تغييرات تصليحات ممكن ورشات ديكور داخل البيت برضو بتعطيكم قدرة على التفاهم مع أفراد العائلة بتحتاج المسائل الشخصية أو المسائل الخاصة والعائلية إلى مناقشة يعني ما في داعي أنك تحكم غيابيا وما في داعي أنك أنت تصدر قرارات بدون ما تسمع الطرف الآخر بدك تكون مرن ممكن تظهر اليوم بعض الضغوط والمتاعب والمعاكسات ممكن تتعرض لبعض المحاسبة وربما لا تحديات وإستفزازات عشان هيك بدك تكون مرن قدر الإمكان تستوع بالأمور وخصوصا على المستوى العائلي حاول أنك ما تكون يعني قاسي بقراراتك برج الدلو بتنشطوا اليوم في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات ومنكم ممكن ينطلب في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح القمر اليوم موجود في بيت برضو بساعدك بشكل كبير اللي هو البيت الثالث لا إلك فهو قوي جدا يعني تزديس مع برجك فبدعمك اليوم عندك سرعة بديها قدرة على الإقناع بتقدر تناقش بكل سهولة وتوصل فكرتك ولكن إذا حدث تفزك ما تعصبش هاي الفترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات اليوم ممكن تنجح بطرح موضوع حساس وتقدم على عمل مهم بيلفت الأنظار والإعجاب لا إلك فعشان هيك حاول تستغل هذا اليوم بكل طاقتك ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار أو يكون في حوار ما بينك أو يساعدك أحد الإخوة في مسألة معينة يعني بمعنى آخر الأجواء على كل الأصعد بتكون لصالحة برج الحود بتظل الفرصة اليوم متاحة إلك لمكسب مالي بيجي على الأغلب هذا المكسب من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا مال بيعود لهم أو يحصلوا على هدية يعني إلك دين معين على أشخاص أو بعت إشي وبتنتظر في ثمنه تأجل اليوم ممكن تحصل عليه وفي منكو رح يحصل على هدية أو على جائزة اليوم ما رح تقدم على إنجاز أو تقدم على إنجاز معين لمسألة معينة ورح تكون إيجابية أو تناقش صفقة أو اتفاقية على حسب تخصصك يعني اعمل بجدية استغل اليوم نظم شؤونك المالية امتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة ما تخلي حد يستغلك ماليا وعاطفيا يعني اليوم بدك تكون حذر من هاي النقطتين برضو انتبه على أموالك من الصرقة أو من الضياع يعني بدك تركز بشكل جيد الفرصة ممتازة فحاول إنك تستغلها قبل ما ننهي طبعا هيك انتهينا إحنا من توقعاتنا يا ريت اللي عجب المحتوى يحط لايك يحط تعليق يحكيلي إذا فيه أي إشي من اللي صار من اللي حكيناه في حلقة الأمس صار معاه أو حلقة اليوم مثلا شعر إنو هاي الأشياء موجودة عنده يحاول هيك نعمل دراسة نشوف إنو قديش نسبة توافق الأبراج طبعا الأبراج اللي بنحكيها هي تنطبق على البرج وتنطبق على الطالع يعني بتسمع برجك بتسمع طالعك بتقارن ما بينهم تطلع بتوقعات مع الزوايا الفلكية بتكون أنت أخذت كل شيء بخصك أنت وكانت التوقعات أقرب لما تسمع برجك لحاله ممكن ما تكون التوقعات صائبة ولو سمعت الطالع لحاله ممكن برضو ما تكون بالإشي اللي أنت بدك ولكن اتنين مع بعض وجمعهم مع الزوايا بتطلع بتوقعاتك بتصل من ست من سبعين في المية لثمانين في المية بتكون تلقمت معاك طبعا في النهاية اللي هو على حسب حكي بعض المعلقين اللي علقوا في الأيام الماضية إجا وقت الشحدة فعشان أنا بحب أشحد وإحنا يعني المتابعين عارفين أنه إحنا منحب الشحدة كثير وهم يقبلانين في هذا الموضوع فيعني لما تدخل تكتب بتكوشة بطل أسلوب الشحدة إحنا متعودين على هذا الإشي وهذا مش مكانك أساسا يعني مش من المفروض إنك تكون موجود بيننا أنت لأنه هذا المكان قناتي تحديدا هي مبنية للشحدة فمكانك مش موجود الله يسهل عليه الله يسر أمرك الله يعطيك الله يرزقك الله يفرجه عليك روح يا عمي الله يسهلك نشكر كل الأشخاص اللي منتسبين في القناة ومنشكر كل الأشخاص الداعمين للقناة يمكن اللي حضروا البث المباشر سمعوا برح من أشخاص اللي بدعموا من وراء الكواليس أنا تعمدت إني أنا أتصل فيهم ما مننكر حق حد في أشخاص طبعا هم يرافضين إني أنا أتصل فيهم أو إني أعطي اسمهم أو ألمح إلهم تحديدا في أشخاص أنا جازفت يعني مني لحالي يعني هم ما طلبوا إنه يكون الأمر بسرية ولكن ما قدرت في أشخاص وعدوا بإنهم يقدموا أشياء بالفترة القادمة في أشخاص نفسهم يقدموا ولكن الظروف شوي هي اللي مانعة برضو بنشكرهم بشكر أي إنسان ببادر بأي شيء حتى لو كان كلمة طيبة وبتف على كل واحد بكتب كلمة بدل على فحواه وعلى تربيته وعلى نشأته لأنه جواه أسود مظلم قذر فهذا شيء بدل عليه فعشان هيك هذا ما بستاهل إلا بس نتفل عليه اللي بدي يقول لي القافلة تسير والكلاب تعوي لا أنا بحب أوقف القافلة وأنزل عن القافلة هاي وأمسك الحجر وقال عن تيت الكلاب اللي بتعويه بحبش أنا حد يعوي علي بدون ما أرد عليه فمعلش هيك طبيعتنا إحنا لأنه إحنا متربيين على أنه المحترم إحنا منحترمه ونحطه على روسنا ومنقدره وإحنا أصحاب علم ومبدأ ولكن لما واحد يجي على طرفنا منقدر نرد عليه وعننا لسان يرد ولساننا ماضي وحد لدرجة إنه ما حد بقدر يوقفه أدامه بفضل الله طبعا هيك نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر